اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غانة رحلة للترفيه ام إثبات الجدارة الاهل والتلفونات وبداية الدفاع عن لقب عريق بالاضافة الى تفاصيل كتيرة جدا في السياق وفي الجزء الاخير من الحلقة ويمكن جديد ملك وكتابه النهاردة لانه النهاردة ليلة المباراة بكرة الاهل وتلفونات بني سويف بداية دفاع الاهل عن لقبه في كاس مصر فحنكون الجزء الاخير من الحلقة ان شاء الله في ضيافاتنا الكابتن اسام عربي واحد من كابتن الناد الاهل الكبار واحد شاهد على عصر البطولات واعتقد رؤيته الفنية مهمة جدا وتفاصيله وكواليسه ثارية اه طبعا وهي يعني يمكن دي تاني استضافة يعني استضافنا مرة محمد بدر والمرة دي من استضيف فنيا الكابتن اسامة عربي دكتور ياسر ايوب مرة كان معا والدكتور دي تالت واحد ودكتور ياسر ايوب مرة فاعتقد عندما السامة علشان ليلة المباراة عندما تقضي الظروف حيكون معانا ضيوف حلو اول بكرة الاهلي وتليفونات بانسوي في الجهاز الفني انتعارفين طبعا الكابتن حسام البدري موجود في كندا بعدما كان انتهى من المشاركة في مباراة الوداد في المغرب سافر مباشرة الى كندا للاطمئنان على كريمته زينا ان شاء الله تكون بحالة احسن باذن الله تعالى يطمئن عليها بشكل كافي ويرجع يوم الحد حسام البدري عشان يبدأ الاستعداد لقيادة الاهلي في مباراة الخميس اللي جاي مع الانتاج الحربي نتطمئن منه نحاول نتصل بي ان شاء الله يطمئن جمهوره ويطمئننا كلنا عليها المضوع يخصينا جميعا الحقيقة انت بسطها للإعداد بدري سميعني يا شوارب فبيقود الاهلي قلتلكم الكابتن حسام البدري ان شاء الله يجي يوم الحد يستعد لقيادة الاهلي في مباراة الانتاج الحرب اللي هتكون الخميس اللي جاي ان شاء الله في الدوري لكنه مباراة تليفونات بكرة بيقود الاهلي فيها الكابتن احمد ايوب المدرب العام اللي اختاروا واحد وعشرين او اثنين وعشرين لاعب دخل بهم المعسكر الاستعدادة لهذه المباراة اللي مؤكد ان ايوب بيحذر اللعيبة كل الحذر من مباريات الكاس مباراة الاهلي وتليفونات باني سويف مباراة لا ينقصها الحرارة لا تنقصها الحرارة طبعا الناس فكراها سهلة انت بترن من بادي العام فانا برنلهم الجرس دلوقتي لان انا شفت حوار عن استعداد تليفونات باني سويف شباب زغير شديد الحماس وطواق انه يلعب مع المباراة الاهلي تخيل ما المدير الفاني يقولك احنا محظوظين بهذه المباراة احنا هنتعرف احنا هنقدم ولادنا هنسوأهم وسوأ نفسنا تخيل ينظروا المباراة يعني لن تنقصها الحرارة سدقني